تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريد اللي بتجيكم مني أنا محمد عوان بالتعاون مع مجموعة RM4R في تويتر ويوتيوب ورابط الريال مدريد الرسمية في العراق وعبر قناة سلبي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها بعد تعادل أتلتكم مدريد بالأمس مع برشلونة قلت ببداية الفيديو ما في أي منطق بيحكي أنه التعادل لصالح ريال مدريد لأنه شرط أساسي حتى يصبح التعادل أنه يفوس مبارياته الصعب اللي ضايلة وريال مدريد نسبيا كان عم بيملك مباريات أصعب من مباريات أتلتكم وأيضا برشلونة فبالتالي كان مهم المباريات تأخذ مباراة مباراة قبل الإفرار بالتفاؤل ريال مدريد دخل اللقاء اليوم بعد خسارته مع تشيلسي بشكل سيء من حيث الأداء وأيضا إشبيليا دخلت مباراة اليوم بعد ما خسر الأسبوع الماضي فرصه بالدوري هذا معناه الاثنين عم يدخلوا تحدي ذهني صعب للغاية واللي زاد من الضغط الذهني ربما على جهة ريال مدريد من جهة إشبيليا إنه بالنسبة لإشبيليا خسارة الدوري مش خسارة عادي جدا يعني إحنا كنا حابين نجيبه بس مش مطالبين نجيبه في حين أمام ريال مدريد راح الأبطار راح الكأس واليوم كانت مباراة صدار فالضغط كبير جدا على الفريق كان ذهنيا بشكل واضح زيدان رجع لأربعة ثلاث ثلاث رجع لثلاث الوسط حطف الفردي على اليمين منطقيا إلها معنايين أولا عدم ثقة بهازارد وأسنسيو رغم الأداء الجيد اللي تركه أسنسيو اليوم أيضا لأنه عنده أودريزولا فبده واحد يرجع يدافع ولا هازارد ولا أسنسيو يرجع يدافعه ويسانده لاعب معروف إنه مش تمام مية في المية من حيث أنه واحد دفاعية اللي هو أودريزولا في حين إشبيليا استغنى عن فكرة المهاجم التقليدي فكر له بو تيجري لو لعب بثلاثة بالأمام كلهم متحررين هيكون عندي سرعة ارتداد أكثر ممكن ألقى مساحات أكثر وأقدر أمسك كرة أفضل وفعليا هذا الفكرة حققت له كل المطلوب بالشوط الأول في ظل معطيات خسارة تشيلسي مباراة صدارة اللي بيعرف زيدان بيعرف أنه حيحاول يأخذ الأمور بالبداية بالتدرج يعني يستقبل لعب وبعدين يستنى تفريق وينسجم وخصم ويغلط ويسجل وفعليا راحة استراتيجية تثبت لولا مسافة قصيرة قطع فيها أدرازول للتسلل العرضية والهدف بعد عشر دقائق كان فيهم الاستحوات تماما لإشبيليا ربما 75% وصل والتزديدات كانت لإشبيليا لكن بعد هذا الهدف الضائع كنت نتوقع ريال مدريد يضغط لكنه وصلنا للدقيقة 22 والريال مش مسدد ولا تزديدة إشبيليا أعتقد كان مسدد ثلاثة أو أربعة والرابعة كانت في المرمى هدف إشبيليا هذه مشكلة هذه الاستراتيجية مشكلة أنك تغامر بهذا الشكل أنك ممكن بعض الأحيان تتلقى أنت الهدف الأول وأمورك تتعقد وأيضا في الشوطر الأول إشبيليا اللي بتحسه مرتاح بدنيا أكثر من ريال مدريد كان هو اللي بيعمل ضغط عالي وإذا فيشك بالضغط العالي يرجع لخط دفاع متوسط ما يرجع كثير لأنه بيعرف أن ريال مدريد آخر فترة صار عنده مشكلة كبيرة بإيجاد لاعت بيقدر يسقط بين الخطوط الوسط ويدهجوم ويمرر الكرة لمنطقة الجزاء وبالتالي ريال مدريد صار يروح على الأطراف شوط أول والثاني تقريبا نفس المشكلة كان يواجهها الريال ولما يروح على الأطراف إشبيليا كان دائما قادر يحط ثلاث لعيبة مقابل اثنين زيادة عددية ولأنه ما فيش إلا جونيور كان عنده المهارة الفردية اللي شبه مقروعة في الفترة الأخيرة صارت الأمور سهلة على إشبيليا فاتحولت وظيفة الأطراف لعب كرات عرضية ووظيفة العمق تدوير كرة فقط لأنه مش قادر يوصل الكرة لمنطقة الجزاء بشكل مباشر أنا لما شفت هدف إشبيليا الأول خفت على ريال مدريد ذهنيا حكينا ضوط كثيرة قسارات وهدف صدارة ضاعت بس عجبتني ردد فعله بعشر دقائق سدد أربع تسديدات بعد هدف إشبيليا رفع الاستحواذ لما يقارب ثمين بالمئة يعني هذا بيوريك إن رسا فيه كانت قدرة ذهنية بس القدرة الذهنية صراحة أو قيم حكي الإرهاق الذهني في الريال مدريد لا يقل عن خطورة الإرهاق البدني الآن واضح جدا أنه الفريق يعني مرهق مرهق ربما بأخبار خروج نجومه مرهق ربما بخبر خروج زيدان مرهق ربما بالنتائج بالإصابات كل هذا يولد إرهاق وضغط وضياع البطولات ومن هذا دليل أنه الريال اليوم ربما للدقيقة 60 أو 70 لما بلش يلعب كرة فيها لمسة إبداع قبل ذلك كرة التقليدية بعض القرارات اللي واضحة لازم تكون هيك أو هيك إذا نعمل القرار الغلط هذا دليل مشكلة بهنية واضحة فكرة يعني خلينا نحكي بعض اللاعبين واضح جدا مش هما نفسهم بالتعبير عن قدراتهم ريال مدريد في الشوط الثاني أكيد كان أحسن كان أحسن بسرعة تدوير الكرة كان أحسن بشجاعة مودريتش وكروس إنهم يتقدموا أكثر كان أحسن حتى من محاولات التزديد في الشوط الأول هو كان عنده فكرة واضحة يمرر لس كاسيميرو يسدد يحاول يفرغ كاسيميرو يسدد يحاول يفرغ الأطراف تلعب عرضيات مرتاحة وكان ناجح فيها بس بشوط الثاني زادت حدة هذا الموضوع وبالتالي كان منطقي إنه ريال يقدر يتعادل بس بعد التعادل بدي أخذنا لو بتيجي شي ما حاول يضلع التعادل عرف لو إنه كمل في هذا المصيدة حيطلقى الخسارة وفعليا هو كان عم بيحاول يطلع قبلها بخمس دقائق بس اتلقى الهدف من مرتد التعادل وظله ما رجع كمل للأمام وهذا يخده بعدين صارت فوضى ركلات الجزاء اللي هي من ركل الجزاء لبنزيمة لركل الجزاء لشبيليا والتقدم بعدين طبعا ريال مدريد حاول بس مرة أخرى ظهر واضح إنه ريال بيفتقر للإبداع الكافي اليوم لأنه الفريق مرهق بهميا لأنه أطراف الفريق ما عندها ذلك الإبداع لما تلعب 4-3-3 كثير مهم وموحد من أطراف يكون قادر عنده يكون الفكرة اليوم أيضا شبيليا تفوق ريال مدريد في معركة الأظهرة نافاس بنحيطه التقنية وأكونيا بنحيطه الحركية وامتداده وشجاعته تفوقوا بشكل واضح الأظهرة اليوم لعبوا فرق كبير في لعبة اليوم ساعدوا شبيليا أنه يطلع بالنقطة اللي هي فعليا خسارة نقطتين لريال مدريد إذا بدأحكي ملخص اللقاء اليوم بنحكي ببساطة شبيليا دخل محبط لأنه خسر اللقب الأسبوع الماضي بس مش مضغوط خلال التسعين دقيقة بيعبر عن نفسه بأريحية في المقابل ريال مدريد دخل محبط ودخل مضغوط أيضا فالضغط النفسي والذهني كان أكبر على ريال مدريد تأثيره واضح في أرض الملعب وربما هو أهم من التأثير البدني الآن مسألة البدنية انتهت خلاص يعني الآن الفريق حيدخل بمسألة الراحة ومعظم اللاعبين رجعوا فالمفروض الآن التركيز على الآخر ثلاث جولات بالخروج منها بشكل أفضل رمو مباراة اليوم وبعض المباريات الأخيرة أثبتت أنه مستحيل تلعب بهداف واحد للفريق ممكن كاسيميرو يدخل يساعد بنزيمة مباراة كروس مباراة مودريد مباراة بس مش دايما هقدر يساعدوك وفي بعض المباريات اللي زي هيك اللي بتكتر فيها الأهداف بصير لازمك مهاجم ثاني مستقر مش مباراة اليوم سجل وبعد أسبوعين لثلاثة أربعة خمسة ما نشوفه يعمل شيء محتاج الفريق هذا هداف ثاني محتاج شخص آخر ينضم ويزيد عدد الأهداف اللي بسجلها كريم بنزيمة كريم بنزيمة هذا الموسم يعني خلينا نحكي عمد اللي عليه أكثر لكن لوحده ما كان حيكفي لتحقيق شيء ولو حقق الريال المدريد هذا الدوري هذا الموسم ففعليا ما حققه بقوة هجومه حققه أساسا في قوة ثلاثة وسطه وخط دفاعه وحارس مرمى لأنه هجومه باستثناء بنزيمة تقريبا غير موجود خلال الموسم مباراة كانت صعبة كثير مباراة من الناحية التكتيكية مقرؤة للطرفين مش صعبة علينا شفناها قبل هيك كثير هذه اللقاءات شفنا نفس المواجهات شفنا نفس الأفكار ما بين شبيلية وريال مدريد ما بين ريال مدريد وخصوم أخرى لكن المشكلة الحقية كانت زي ما حكيت انه الريال كان عليه ضغط أكبر وقدرة الذهنية واللي قدرة الذهنية واضح انها متأثرة أكثر نوصل هون لنهاية حلقة سلبي مدريد كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك وتقل إستجرام وضروري جدا تتابعوني على سلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله